السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم مرحبا بكم احبابي في الله فيديو جديد فغنطرقو في هذا الفيديو حول المستجدات ديل تخفيف الحالة الوبائية بالمغرب فكيف كان عرفوه فرسميا المغرب يزيد تخفيف الحجر الصحي فمن بين هدل تخفيف اللي غايدير فغيقوم بفتح المقاهي والشواطئ واستئنف التنقل بين المدن فذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي اليوم الأحد أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية والمتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحقيق عجلة الاقتصاد الوطني فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة وفق المحددات التالية فيما يتعلق بالتدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على مستوى الوطني تقرر أولا كان السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستعابية استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقصاريات وفق شروط محددة إعادة فتح محلات الترفيه والراحة كالقاعات الرياضية والحمامات مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستعابية استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي استئناف النقل العمومي بين المدن سواء الطرقي أو السككي وفق شروط محددة استئناف الرحلات الجوية والداخلية وفق شروط محددة وبالنسبة للتدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم واحد تقرر السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة تخفيف رقم واحد شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية فتح الفضاءات الشاطئية مع ضرورة احترام التباعد الجسدي إعادة فتح الملاعب القلب المتواجدة بالهواء الطلق استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية على أن لا تتجاوز 50% من طاقتها في الإيواء والإطعام وبخصوص التدابير المقررة على مستوى منطقة تخفيف رقم جوج تقرر أيضا السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمال أو الإقليم دون رخصة استثناء للتنقل إلزامية التوفر على رخصة مهنية أمر بمهمة أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمال والإقليم رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة الثامنة مساء إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق من منتزهات وحطائق وأماكن عمومية استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفرضية بالهواء الطلق كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية كما تقرر الإبقاء على مستوى الوطني يشير البلاغ على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة طوارئ الصحية إغلاق المتاحف قاعات سينما المسارح المسابيح العمومية منع التجمعات حفلات الزواج والأفراح والجنائز ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير تهيب السلطة العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامية من الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباع الجسد وقواعد نظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق بقايدنا وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤر جديدة لهاتي الجائحة فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية فكيف كيف شنع هذا والبلاغ دي الوزارة الداخلية والصحة ففي مجموعة دي المستجدات ليمزيانا فمثلا التنقل بين المدن فتح المقاهي يعني الشواطئ يعني كيف مجموعة دي المستجدات بالنسبة للأصحاب منطقة واحد يعني نتمنى تزاد في هذه العملية دي التخفيف على المستوى الوطني ونتمنى وإرفع علينا الله هذا البلاء وكنتمنى أنكم تستفدوا من هذا الفيديو وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته